اشتركوا في القناة جهزة موقفة من زمان على iOS 12 ليس 13 ولا 14 ابل الان تدعمهم يعني لا تتوقع ان جهازك على iOS 11 ولا شيء خلاص ما يشتغل لشغال مضبوط مافي اي حاجة وحتى البرامج تنزل يعني مثل الواتساب اقدر احمله الواتساب لو تخش حتى انت جهازك تشوف على اي اصدار يدعم مثل شو الواتساب هنا عندي يدعم iOS 9 ابل الان تدعم هذه الجهزة اذا صارت فيه مشاكل فيه اختراق مختراق تنزلك قبل ايضا سنتين نزلت ابل حتى على اي فون 4s تحديث اليوم ابل نزلت تحديث لحق الاي فونات ديلي اللي على iOS 12 نزلت تحديث جديد اللي هو iOS 12.5.1 مثل ما يشوف ما يزدد التحديث لحق كورونا الكل يعرف انه في خيار جديد نزل في iOS 14 لحق كورونا عن الاكسبوجر اذا كنت في شخص حولك اذا قدر الله صارت في كورونا طبعا على حسب الدول حقيتك تدعم هذه الشيء فابل نزلتها والاندرويد نزلوا على مثل اندرويد 11 ابل نزلتها على iOS 14 نزلتها على iOS 12 يعني ما نست الاشخاص اللي عندهم ايفون 5s ما نست الاشخاص اللي عندهم ايفون 6 ما نست الاشخاص اللي عندهم الايبود touch 6 generation مثل هذا الجهاز الغديم اللي وقف التحديث عنها ما ينزل لها iOS 14 فابل اذا عندك iOS 12 جهازك ما يدعم مثل iOS 14 ابل الشهر اللي راح في ديسمبر نزلت لـ iOS 12.5 ونزلت لك Exposure Notifications فراح يطلع لك الخيار هنا مثل ما نشوف طبعا لازم من المنطقة حقتك او الدولة حقتك برضو تدعم دي الخيار عشان نقرر تشقل انا من المنطقة حقتك ما تدعم الخيار فصارت فيه مشاكل وابل نزلت تحديث اليوم ثاني لحق نفس الأجهزة هذه احين لا يقص 12.5 ونزل مثل ما نشوف تعديل بس عن بعض الاشخاص عندهم مشاكل في Exposure Notifications هذا الشيء برضو لحق Language بعض الاشخاص ما نطلعهم لغة عدلة في البروفايل فهذا التحديث وابل تكلمت ان فيه Security يعني إذا جهازك غديم لا تتوقع ان ابل راح تتركيك وما تنزل لك تحديث حق Security حتى لو جهازك مثلا iPhone 4S ولا شيء غديم وإذا فيه مشاكل اختراق مختراق ابل راح تنزل لك تحديث وتعدله فهذا الميزة لحق أي جهاز عندها 5 اسم ما قلت لكم مجهزة الغديمة هذي راح يعدلون للإكسبوجر نتفيكيشنز لحق كورونا المخالطة طبعا وبرضو Security أبل طبعا Security أبل ما تتكلم عندي الشي وتكلمتنا Security بس شن هو Security شن الأشياء لسكرتها أبل ما تتكلم عندي الشي اختراق باختراق أشياء داخل النظام أبل تكشفها وخلاص تعدلها بدون ما تتكلم فهذا الميزة سأتمنى أي شخص عند آيفون 5S عند الآيفون 6 عند الآيفون 6 Plus عند الآيباد Mini 2 الآيباد Mini 3 ونتوا رضي على iOS 12 فأنصحك بكثير أنك تحدث على هذا السخطوير مثل ما نرى الأجهزة التي تدعم الآن iOS 12.5.1 هؤلاء كلهم مثل ما قلت لكم الآيباد Air والفرس جنرائيشن نزل اليوم يعتبر عندنا في ديسمبر 14 الشهر نزل تحديث له iOS 14.3 الحق لكل وبرضو نحق نفس الجهزة التي تدعمتها في ديسمبر 14 فأنصحي شخص يحدث على هذا النظام إذا كنت عندك جهاز غديم لا يكون هناك فرق لذلك تتوقع أنك إذا كنت على iOS 12.5 أو 12.4 مثلا ونزلت 12.5 أو 12.2 سيكون جهازك في خلال أو لا يستثقل أو لا أنت قرد على iOS 12 آخر سوفتيارات يكون فيهم تحل بعض المشاكل ويكون أضمن سوفتيارات في iOS 12 مثلا عندك iOS 12.2 ممتاز أفضل من iOS 12.2 أفضل من iOS 12.2 فأواخر التحليلات من iOS 12.5 بيكون أفضل بكثير من iOS 12.4 أو 3 أو 2 5.2 برضو أفضل وأفضل سيكورتي مثل ما شفنا ولحق المخالطة برضو الحق بس هذا الفيديو هذا كل شي طبعا ننتظر اليوم إن شاء الله في وقت ما تشاهدون الفيديو أو اليوم اللي بعده يعني الأسبوع هذا إن شاء الله لنرى نسخة تجربية الثانية لل iOS 14.4 ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالغناة واشتراك بالسناب شارك واشتراك وعمل لك المكتاب وانشهر المكتاب ولا تنسوا ونفضل دعاكم والسلام عليكم